تفترض إذا كان التنسيق الأمريكي والصهيوني كان موجوداً مع الانقلابات السورية منذ أيام حسن الزعيم فهذا التسليم كان ضمن هذا السياق هذا السياق هذه النتائج المقدمات أدت إلى هذه النتائج لو كان هناك حكم وطني في سوريا لا يستطيع لا إسرائيل ولا غير إسرائيل أن تحصل على الجولان طيب ما رأيك بمن يقول من أن هذا التسليم أيضاً للجولان لنتنياهو كان أيضاً يعني كعربون من أجل أن يبقى بشار الأسد في الحكم لفترة قادمة هم غير معنقين ببشار الأسد بشار الأسد هم يريدوا بالأساس إسرائيل تريد نظاماً ضعيفاً بجوارها هذا هو النظام الضعيف ليس ضعيفاً ضعيفاً وخادماً يعني بشار الأسد نظام ضعيف وتافي من قبل السورة والسورة ما عاد في انتهى لم يعد هناك جيش الجيش انتهى في سوريا وسوريا تم تدمير من قبل إيران لصالح إسرائيل إيران وروسيا دمران سوريا بالتعاون مع بشار الأسد نعم بخيارة بشار الأسد دمران سوريا حفاظاً على قبل إسرائيل الآن إسرائيل لو رجع بأي نظام حكم ليعاد إعادة إعبار سوريا وإعادة المنطقة هذه تحتاج إلى سنوات فالآن إسرائيل في منتهى الراحة أولاً شيء دمر أول شيء العراق العراق كان لها دور إيران في تدمير العراق وكذلك تدمير أفغانستان وتدمير سوريا يعني تدمير سوريا هو ليس أقل سوء من تسليم الجولان دعنا